بسم الله الرحمن الرحيم المكون رمزه من مرتبتين من مرتبتين أي العشرات أي العشرات احنا تعلمنا عن الاعداد اللي هي بديناها من الصفر هنا عدنا صفر هو يعني قلنا علي لا شيء والواحد واحد هاي الاعداد هاي الصفر الواحد الاثنين 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 الاربعة الخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة الى حد تسعة هاي الاحد تسعة يعني هاي العشرة هسا ماكو الى حد تسعة احنا هسا دا افهمكم الى حد تسعة هاي اهنانا هذا العدد تسعة الى حد اهنانا يصحولها احد هاي الاعداد اهنانا شنو سحولها احد شنو يعني احد يعني وحدها عدد وحدة ماكو يمه صديقة ماكو يمه مرتبة ثانية صديقة او مرتبة ثانية هنا عشرة إجتنا هي العشرات تكونتنا من مرتبتين اللي هي أحد وعشرات الصفر والواحد العشرات الصفر والواحد اللي هي العشرات يعني نجي هنا نجي هنا هنا يعني هنا نقول مثلا هذا احنا نعلمكم عن هسه هذا الواحد هاي عشرة هاي مرتبتين هاي أحد وهاي عشرات زين بعد العشرة تيجي مرتبتين اللي هي عشرين نحسبها هيجي نحفظها عشرة عشرين زادت زادت عشرة زادت عشرة فوق هاي زادت عشر عشرة يعني عشر أصابع يعني عشر أعداد زيدنا ورا العشرين صارا ثلاثين هم زيدنا عشرة هم زيدنا عشرة صاروا أربعين بعدين خمسين وهكذا هسه مثلا هنا سألتلكم هنا جدوى البسيط جدوى البسيط عن العشرات ها بس العشرات هسه شنهي العدي هسه رح نكتبها عصبور رح نكمل رح نكمل رح نكمل هسه مثلا هنا عشرة عشرين هاي تسلسل الأعداد تسلسل مالتها لكونه من مرتبتين اللي هي هسه الصفر عشرة عشرين ثلاثين أربعين هسه ما عرفوا ما بينه واضح هنه نكتب خمسين هاي نكتب خمسين ستين هاي عيني هسه شون طريقة الكتابة مالتي خف مو واضحة هاي سبعين ثمانين إلى حد التسعين إلى حد التسعين يعني من اللي نقولها عشرة عشرة من اللي نزيد عشرة 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 عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثمانين تسعين زين؟ بعدنا مواصلنا المية المية لأنه متكونة من ثلاث مراتب الماء الماء متكونة ثلاث مراتب يرجع السطر الثاني أيضا اهنانة أيضا هم نكتب بعد العشرة تجي اش خاللكم اهنانة مطيكم بس هاي العشرات هاي مطيكم هاي العشرات شون تمنون بيها الفراغ يعني من قول العشرة وراها هده عشة اثنان اهنانة اش نقول اهنانة اش نقول اهنانة اش تجي عشرين زين؟ بعد العشرة تجي عشرين وراها اهنانة ثلاثين اهنانة أربعين تشوفون ماما اهنانة اجتي خمسين زين؟ بعد الخمسين ستين بعد الستين سبعين زين عيني بعدها ثمانين اهنانة تسعين زين عيني وصلنا الى عدد تسعين وهكذا نجي اهنانة 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 اش دي يجي شي يقول لك اهنة بهاية ش دي يقول بهذا السطر هاي اهنانة دي نكتب تسلسل الاعداد يعني هنا بديناها بالاول عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين هاي ترددون ويا تحفظوها حفظ هاي على الغيب ستين سبعين ثمانين تسعين اهنانة الثاني بعد العشرة مطيكم اول رقم عشرة المحصور بين الخمسين والعشرة شن هي المحصور الأعداد 30 بالوسط 30 بالوسط شنو قبل 30 يا عدد عشرات موجود قبل 30 شن هو قبل 30 راح نقول اهنان نكتب اللي هو قبل 30 20 20 مقابيلة 0 هاي 20 زين عيني وهنان 10 هنا عشرة 10 20 30 اهنان شنو 40 زين اهنان شنو 50 زين ماما 50 هذا هسن موجود اهنان 60 بعدها شي يقول لي 70 هاي شده شوفون شنو تسلسل الاعداد دنسوي تسلسل الاعداد علي من العشرات دنسوي تسلسل الاعداد العشرات اللي متكونه 100 من مرتبتين مرتبتين دس شوفون الصفر الصفر اهنان هو الاحاد هو هذا جهة اليمين هو الاحاد جهة اليسار هو العشرات يعني هنان الجهة ناكل بيها هي الاحاد زين جهة الثانية هاي الايد اليسرة هي العشرات زين احاد عشرات احاد عشرات خوش احاد ناكل بيها عشرات هاي الثانية المساعدة الها هاي المساعدة الها فاذا هاي الاثنين هاي احاد هاي عشرات زيان ماما نكمل بعد الستين يجي كتبنا سبعين هاذنا نكتب ثمانين هناش نكتب تسعين وهكذا هنان باقي ايضا هاي اعداد المحصورة هاي اعداد القبل والبعد عمودي يفهمكم يقوي مهارتكم والحسابية انه القبل وبعد شنو قبل وشنو بعد يعني هسه هنانا مطيك هنا العربعين مطيك العربعين اربعين هنان شنو عدنا شنو قبل الاربعين وشنو بعد الاربعين شنو قبل السبعين شنو بعد السبعين زين يعني إذا أريد أكتب هنا السبعين وهنا التسعين شنو العدد المحصور بيناته هذا هنا وهنا شنو هو العدد المحصور بين السبعين وثمانين كأنما أقول شنو العدد المحصور بين السبعة والتسعة نفس الشي بين السبعة والتسعة مو؟ بس مجرد نضيف الصفر عمد الصير عشرات بين السبعة والتسعة شنو هو العدد المحصور هو يا عدد دورة هنا هو عدد ثمانية مو هاي بالأحد هذا العدد المحصور بين من بين السبعة والتسعة عدد ثمانية هنا بالعشرات العدد المحصور اللي ضفنا للصفر هذا ضفنا للصفر العدد المحصور اللي هو شن هو زين عيني نكتب عليه ثمانين زين ماما زين نجي اهنان راح نكتب راح نبدي هسه من البداية شنو قبل الاربعين قبل الاربعة شن هي اذا اقرب لكم اياها للاحد قبل الاربعة شنو عدي عندي واحد الصفر احنا بعد مرة اذا بالعشرات هسه خلينا هايا خلينا هسه راح نقول قبل الاربعة اشي جي عندنا قبل الاربعة اللي واحد اثنين ثلاثة مهيت شي يالا اربعة اذا اضيف لها الصفر اذا اضيف لها صفر اهنانا للواحد شو صير اذا اضيف لها صفر شو صير اذا اضيف لها صفر شو صير صير عشرة نعم هنا راح اكتب عشرة هناك اكتبت عشرة مو هسه احنا علينا مرتبة خلصنا من الاحاد هسه صعدنا درجة وصلنا الى العشرات هاي عشرة هنا شنو عندي وراها عشرين ثلاثين هنا راح نشي جي وراها اربعين خمسين ستين زين ماما وهكذا بالنسبة للباقي ايضا زين اهنانا هذا بالنسبة يعني شون يبينلكم اياه اعداد تنازلي او تصاعدي او قبل وبعاد هسه اهنانا مطيكم هذا هذا اهنانا هذا اهنانا هاي الاشارة هاي انه بديلكم بالاعداد التنازلية احنا سوينا اعداد التنازلية بالنسبة للأحد مهي شي سوينا العداد التنازلية بالنسبة للأحد يعني بدينا من الواحد الى العشرة او من الصفر الى العشرة مو هسه هنانا مطيكم شنو عدد التنازلي يعني اني يبدي من الشبير ينزل الى عدد اصغر عدد يعني من العدد عشرة ينزل الى عدد صفر اهنانا مطيكم انا خليت هاي العلامة عليها يعني مطيكم اهنانا عدد الكبير اللي هو عدد تسعين هذا عدد كبير يعني اهنا بعدها نزل صار تنازلي صار ثمانين نزل صار سبعين قبل السبعين شنو عدد قبل السبعين نقول قبل السبعة شنو قبل السبعة هي شنية هي ستة مو قبل السبعة شنية هي ستة بالعشرات شتتحول الى ستين ستين مو اهنانا خمسين ها دي تنزل شووو دي تنزل تسعين ثمانين سبعين ستين خمسين اهنا أربعين ثلاثين عشرين عشرة ها دي تنزل من التسعين الى العشرة نزل ايضا اهنانا ها مات من التسعين يبدي الى العشرة ايضا شو سحولها تنازلي سحولها تنازلي من العدد الكبير الى العدد الصغير زين هسه احنا تقلبنا عن العشرة عشرين ثلاثين هاي هاي بالنسبة للعداد العشرات زين احنا اذا نريد هاي رح نخليها على صفحة اذا نريد هسه نقول بعد العشرة اذا نسويها بالتسلسل نتسلسل الاعداد شون وصلت للعشرين شون وصلت للعشرين هاي العشرة شون وصلت للعشرين احنا مو قلنا نزيد عشر مراتب زين احنا قلنا نزيد عشر مراتب نزيد عشر مراتب على المرتبة اللي بعدها نزيد عشر مراتب على المرتبة اللي بعدها يعني شو راح اقول احقول هنا الواحد مو هنا ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هاي الهنا هاي 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 بنسبة للاحد راح اقول بعد العشرة هي هاي الواحد راح يكون دعش فمعاش اللي هي هاي هنا هاي المسافة المحصورة بين العشرة والعشرين تلاتة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر عرفوني شون امي شون ده صير يعني اهنا منو ده يزيد يعني مرتبة العشرات هي العشرة تبقى ثابتة هاي نخليها بغير قلب عمود تبين انه هاي عشرات اهنا نخليها امود تبين انه هاي عشرات زين عيني تبقى ثابتة هاي تبقى ثابتة يعني هسه هنانا منو صنة ستة عشر سباة عشر ثمنتعشر تساة عشر اهنا شونو عندي ثابتة 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 هاي مرتبة العشرات هي هاي ثابتة مرتبة العشرات هاي خالة جوها ازرق هاي تبقى ثابتة منو دي تغير دي تغير عدي منو هي مرتبة الاحات هاي مرتبة الاحات هي لقاعدة تزيد بديناها من واحد هاي همات اهنانا هاي عشرة اهي تشي زين عيني بديناها هاي منا اللي هاي بعد الصفر اش يجي يجي واحد ثنين ثلاثة اربعة بس احنا شنقول عليها نقول عشرة دعش هي تساطعش شن صارت للعشرين شن صارت للعشرين صارت لانه شنو تساطعش سوي على صفحة على الجانب هاي التساطعش تعلمنا احنا عمليات الحسابية عمودي والافقي يعني هسه هنها عندي هاي عمودي عمودي تساطعش زاعدا واحد احش اقول تسعة زاعدا واحد هو عشرة هو عشرة نزلنا الصفر باليد واحد هذا باليد واحد زين شنو باليد واحد يعني هذا الواحد نضيفه هنا باليد واحد زاعدا نسوي زاعدا خفيف صغير على موديش ننتنبه نسوي جمع صغير احنا نقدر نقول واحد زاعدا واحد مو بس انا اسوي شون مسودة صغيرة زاعد صغير امود انا اعرف ببالي بس هاي بس بالبداية وراها انتو تعرفوها يعني واحد زاعدا واحد واحد زاعد واحد اثنين اذا صارت عشرين صار عشرين زين عيني صارت هنا عشرين احنا انا ايضا راح اقول عشرين نخلي وهكذا الى حد نوصل الى حد الرقم تسعين هنا ستين سبعين ثمانين تسعين زين عيني احنا انا هسا راح ايضا نعرف شون وصلت العشرين ايضا راح شنقول راح شنقول راح نزيد العشرين ورا الصفر ورا الصفر الشي يجي ورا الصفر واحد واحد وعشرين وراها اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين زين عيني تشوفون شانديسة تسلسل الى العداد منو دي يتغير عندي مرتبة الأحد يبقى ثابت منو عندي مرتبة العشرات يعني عندي هنا العشرات هي ثابت هي هاي ثابتة هاي ثابتة هاي ثابتة تشوفون هاي كلها ثابتة هاي اهنا ثابتة هاي ثابتة هاي جواها ازرق هاي مرتبة العشرات تبقى ثابتة اللي يتغير واللي دايزيد هي منه دايزيد هي مرتبة الاحاد مرتبة الاحاد اللي بدينها من الصفر وبعدين واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي دعني يقول واحد وعشرين اثنين وعشرين 23 24 25 يبقى 26 27 تشوفون 20 20 20 إلى أن نوصل 29 يعني 20 قاعد باقية يعني مرتبة العشرات بالنسبة العدد 20 باقي إلى حد 29 شون أزيدها لل30 شون صار لل30 شون سويناها 6 19 هم نرجع نسويها عملية حسابية على جانب زين أموت تعرفوها عملية حسابية على جانب ذهنية شوية هيتسوها أنتو عنو تعرفوها هي بعد 29 تجي 30 تحفظوها حفظ بعد 29 تجي 30 زين وقفتو إلى حد 29 ما تعرفون وراء 29 شي يجي وراء 29 نقول 50 لو نقول 70 لو نقول 40 مو ما يصار بكيفنا صح لو لا يعني إحنا لو نقول وراء الاثنين اش تجي وراء الاثنين شي يجي وراء الاثنين إذا أريد نفكر إحنا وراء الاثنين اش تجي تجي 3 تجي 3 وراء الاثنين إزين أنا حكتب 3 يعني أكتب 29 تسعة وياها 3 ستسعة وثلاثين لا شا سوي هس آني إحنا مود نزيد واحد 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 الواحد بمعنى عشرة مو هيشي هنانا شا سوي هنانا راح أقول تسعة وعشرين زائدين واحد مو هيشي ها نسويها عملية حسابية عامودية ذهنية بسيطة على جانب تسعة زائدين واحد ناصفر هنانا باليد واحد ونسوي هنا زائد صغير عبر نعرفه يعني واحد زائدين اثنين ناها تلافين وهكذا بالنسبة إلى حد عدد تسعين كلها نفس الشي إنه نوصل الشي يتغير عندنا يتغير عندنا بس الأحد يعني بديناها هنا الواحد دعش اثنين اثنى عش تلتعش ارباطعش هاي شنون هاي عدد عشرة شون وصلنا للعشرين نعيدها عشرة دعش اثنى عش تلتعش ارباطعش خمستعش ستعش سباتعش ثمانتعش تساطعش منو دي بقثابة عدي مرتبة العشرات دي بقثابة عدي دي تغير مرتبة الأحد شون وصلنا للعشرين سوينا عملية حسابية مثل هاي على صفحة تساطعش زائدن واحد صارت عشرين هسا ايضا هنا على العشرين قلنا عشرين همات وشنو بدي الصفر ورا الصفر يجي واحد ورا الصفر يجي واحد واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاث وعشرين أربو عشرين خمس وعشرين ست وعشرين سبا وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين سويناها تسعة وعشرين ضفنا لها واحد شغل صار ثلاثي هاي اهنانا شنو هاي ثلاثي زين عيني عندنا اهنانا ايضا عندي اهنانا قصبات بيها بيها مجموعات هاي كل مجموعة الشكل هي عشرات كل مجموعة هاي شكل بها عشرات عندي هاي مجموعة هاي لون الاخضر عندي هاي المجموعة باللون الاخضر باللون الاخضر اهنانا زين من متكونة من نحسبها هسا هاي نحسبها كم مجموعة هسا هنا احسبها تعدون ويايا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هاي عشرة هاي عشرة هاي المجموعة هي عشرة هاي عشرة وياها هاي العشرة وياها هاي العشرة شغل صارت عشرين يعني هاي مجموعتين هاي عشرين زين عيني هاي عشرين هيا ويا هيا 20 إذن بهاي المجموعة 20 10 مقسومة بالنس قسمناها 10 10 20 زين عيني من اللون الأخضر نجي إهنان عندي عندي إهنان عندي إهنان من اللون الأصفر عندي إهنان قصبات من اللون الأصفر أيضا عندي همات شنو هاي نحسبها هم أيضا 10 ب20 هاي عشرة وهاي عشرين هاي عشرة وهاي عشرين هاي العشرات إذن رح أكمش أقول عندي هذا أتسويها عملية حسابية بالجبع هاي عشرين ويا هاي العشرين إيش قد تساوينا عشرين ويا عشرين رح أسويها عصبورة أو أساوي لكم يا إهنان مو عندي هنان هاي المجموعة زين ماما هاي عشرين هنان رح أكتب عدد عشرين هاي المجموعة الصفرة عشرين يعني بيها اثنين زاعدين هاي المجموعة عشرين أيضا عشرات عشرين شي ساوي شو رح أجمعها هسا هاي العددين شو رح أجمعها شو أبدي بيها أول ما أبدي عندي هاي الأحاد متشابه جانب الأحاد متشابه شنو الأحاد اللي هو الصفر هذا الصفر وهذا صفر خليه هنا صفر ثنين زاعدين ثنين أربعة إذن هاي المجموعة تينش قد صار العدد أربعين صار العدد أربعين زين إذا أريد بعد أجيب بعد مجموعة ثانية أمسحها أجيب بعد هذين عدي هنانا رح أكتب فرضا هنانا عدد عشرين زاعدين هنا أيضا هاي المجموعة العدي هايظا بيها عشرين هاي أربعين هاي أربعين لأنه هاي عشرين وهاي عشرين هاي أربعين طلعناها مو؟ يعني عشرين وعشرين أربعين هاي تحفظوها بعد تحفظون هاي الأعداد لأنه هسا بعد إحنا تعلمنا وعرفنا العمليات الحسابية وعرفنا العاد عرفنا الحساب لدي نصعد أكثر فهسا هسا لدي هنانا لدي هنانا أربعين وهنانا عشرين أربعين وعشرين رح أسويها بهاي الصبورة تتونسون بيها هاي الصبورة هاي حلوة تونسكم أسهل من القلم صرعتكم عمليات الحسابية ما تريدون وتكتبون زين عيني حتى للأم يعني إنه هسا رح نكتب أربعين زائدن عشرين زائدن أربعين حتى للأم تكون سهلة بالنسبة للأطفال الأولادها بالنسبة لأولادها يتونسون بيها وتقوي مهاراتهم وتقوي ذهنهم هسا رح أقول عشرين زائدن أربعين إيش قدي ساوينا ستين نكتبها عدد شوي مو واضح العدد رح أكتب ستين زين ما وهكذا شنو الموجود العدي أنا من العشرات شنو بعد عدي الموجود من العشرات كل ما نضيف عشرة كل ما نضيف عشرة هي زيد العدد يعني هسا هنانا أيضا أنا هنا همات رح أطلع هاي أشوف إشقد عدي موجودة أشوف إشقد عدي هاي الموجودة وأضيف لها زين أشوف إشقد عدي وأضيف لها هسا رح أبدي أضيف ويايا أنتو كون ما نتعود على التكرار على العد والحساب يصيرون أنه الأشياء خصوصا هاي الأرقام والأعداد تكون راكزة بذهمكم هسا رح نجي هنا أنا رح أحسبها 1 2 3 4 5 6 7 8 هاي ثمانية 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 شوفوا شون دا أكرر شدي يبقى شنو اللي يتكرر دي يتكرر العشرات قاعد تتكرر يعني هنا وصلنا هنا 16 هنا أنا 17 ركزوا ويايا 17 17 17 هاي العش هاي يعني العشرات 18 19 20 20 هسا عني عندي 20 قصبة 20 قصبة بقوا هنا 2 هم أضيفها العشرين وراها اشتجي ورا العشرين يجي 21 22 إذن عندي اهنان بهاي القصبة هيشكل 22 وعشرون عندي اهنان 22 رح اكتب 22 رح اكتب هنا 22 زائدا 60 زائدا 60 22 زائدا 60 هسا شوف عملية تتجمع شون رح اصير ويا وراها رح يكون هسا 2 زائدا رح اقول اهنان هسا 2 زائدا صفر هو اثنان هاي العملية ها 2 زائدا صفر هاي الاحد وهي هذا الاحد 2 زائدا صفر اثنان 2 رح ايش رح اقول رح اقول 2 زائدا 6 هي ثمانية اذا رح يكون اوضحها تبين رح يكون اثنان وثمانون اثنان وثمانون بالنسبة هالعداد اللي كانت اه العدد المكون مرتبته من رمزه من مرتبتين وبالنسبة للعشرات اعزاء الطلاب اعزاء المشاهدين الى اللقاء في الدرس المقبل ان شاء الله شكرا